استقبل مطار العالمين الدولي بمحافظة مطروح أولى رحلات تيران الشارتر السياحية القادمة من كازاخستان يتي ذلك مع بدء حركة السياحة في المحافظة خلال موسم الصيف في إطار جهود تنويع الأسواق المصادرة للسياحة الأجنبية إلى مصر استقبل مطار العالمين الدولي بمحافظة مطروح أولى رحلات تيران الشارتر السياحية القادمة من كازاخستان مع بدء حركة السياحة الخارجية الوفدة إلى المحافظة خلال موسم الصيف السياحية إن شاء الله يكون موسم السياحي طيب بإذن الله تعالى وإن كانت أمس القريب من حوالي تاتي يام كوضي استقبلنا رحلتين قبل كده في موطار مرسم أطروح ولكن دي الرحلة الأولى لموطار العالمين الدولي وهذا يعني سعادتنا غامرة بهذا وتمنيتنا إن شاء الله يكون موسم سياحي طيب كل الناس هنا على هوبت استعداد في سبيل يعني شركات السياحة موجودة في نادئ موجودة كل ده موجود في سبيل نحن نتطمن عليهم وعلى تسكنهم وعلى وصولهم لأماكنهم الإدارة العامة للسياحة والمصايف بمطروح أهدت السائحين الكتيبات الدعائية والخرائط باللغة الأجنبية المختلفة التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية كما قامت فرقة مطروح للفنون الشعبية بتقديم الأغاني الفلكلورية واستعراض طنورة والأغاني ترحيباً بزوار المحافظة موسم الصيف السياحي لعام 2023 بدأ مبكراً مع تدفق حركة السياحة الأجنبية على مطروح واستقبل أول طائرتين من إيطاليا في 23 من مايو الجاري واستمرار استئناف وتوالي رحلات الشرطر القادمة من عدد من الدول الأوروبية طوال موسم الصيف ترجمة نانسي قنقر